عادت المياه لتنساب في قاع سد الوالة بمحافظة مأدبة مساء اليوم بعد أن جفت بشكل كامل في الفترة الماضية وقد رصدت عدسة رؤية جريان المياه في قاع السد لأول مرة منذ شفافه الشهر الماضي الأمر الذي تسبب بتداعيات خطيرة على القطاع الزراعي في مأدبة وعبر مزارعون عن أملهم بموسم مطري يعيد السد إلى وضعه الطبيعي لتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بهم